أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عن قلقه جراء التطورات السياسية التي تشهدها حاليا الساحة الصومالية وبخاصة العلاقات بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة وأوضح مصدر مسؤول بالأمنة العامة أن الأمين العام قد دعا القادة الصوماليين إلى إعلاء مصلحة البلاد فوق أي اعتبار مشددا على أن التمسك بالحوار وسيلة وحيدة لحل أي خلافات في وجهات النظر والبناء على المكتسبات التي تحققت خلال الفترة القليلة الماضية وذلك تمهيدا لعقد الانتخابات العامة في البلاد في موعدها